أنا نادا معلشي دكتورة. ألو نادا؟ ألو؟ أيوة؟ بالذكرة عامل ايه حضرتك؟ أهلا بيك يا حبيبتي ممكن كلمة أكلم الدكتورة؟ طبعاً اتفضل بالذكرة عامل ايه؟ أهلا وسهلا حضرتك نادا ما فينا شاكل بني وبنجوزي على طول كل ما قالوا على حاجة يرفضها كل ما قالوا مثلاً هرح عند أهلي زعق ويخانق مش عارفين يتساهم مع بعضها لأي حاجة أي حاجة يتلكس أي حاجة يزع عليها مش سامسل إلينا نفلح حتى بره مش مديني الخرية في أي حاجة مفيش لغة حوار بينكو خالص ينادى في أي حاجة؟ كل ما أتكلم معاه في خرية أو في أي حاجة أو ديني الخرية في أي حاجة يرفضها إيه السبب؟ مش شاكت شاكت أن أنا ممكن أعمل حاجة من وراء غلط مش مديني رأي في أي حاجة واتكلم معاه فيقي كل ما أتكلم يقولي أنت كذابة أنت ما أنا بصدقتش في حاجة متلوزة بقليك قدية نادى؟ بقلي كده أربع سنين أربع سنين عندك أولاد؟ عندي طفلة بنت واحدة؟ نعم تمام يا نادى؟ كان معها ولد ومشياد نظام بأنه هو مات ف تمام شكرا نادى هو حضرتك هي لغة الحوار تعتبر شبهه مش موجودة ما بينها وما بين زوجها؟ لا هو بيشك فيها وبيشك فيما أنا مردكش أسأل تفاصيل أكتر لا الشك ده بيبقى جزء من الشخصية الشخصية وسوسية الشخصية شكاكة فبالتالي بتبصي تلاقيه طبيعا أن الشخصية الوسوسية أو الشكاكة ما الشك برضو بيخليه بيقتصح شخصيتها طبعا طبعا فهو عايز طول الوقت يعرف هي بتعمل إيه عمل زي هوليكوبتر اللي هو ملاحقة وأنه هو بيلحقها في طول الوقت بس هي تعمل إيه كده في الوضع ده؟ طيب هو دلوقتي أصلا المساحة الشخصية أو الخصية في حياة زوجية بعض الزوجات بتعمل خطأ في بداية الحياة الزوجية وبتتنازل عن هذا الجزء ثم تعود مرة أخرى بعد فترة من الزواج وعايزة تطالب بهذه المساحة الشخصية الرجل بطبيعته يحافظ على مساحته الشخصية منذ أول لحظة لأنها لديه مقدسة فلما الست بتتنازل عن مساحة الشخصية دي وبترجع تيجي تطلبها هو خلاص بيبقى تعود على أن هي منتهت وبعدين إحنا كطبيعة الرجل بطبيعته الشرقية يعني هو اللي بيبقى مصيطر هو اللي عايز يبقى صاحب الكلمة هو سيسايد زي ما بيقوله بسيسايد زي ما بلوش علاقة بالمساحة الشخصية والخصصية لأنه زي ما قلت لك دي طبيعة بشرية لها أساس فسيولوجي ونفسي وعصبي أن غزبنا عننا لما حد بينتهي مساحتنا الشخصية إحنا بنشعر بالانزعاج والتوتر وممكن ناخد رد فعل عدوان